التقرير كمان اتكلم عن استمرار عمل معهد التربية الرياضية اللي النادي انشأه عام 1934 وجيه في التقرير ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر أن قسم المعهد الرياضي بالنادي يسير العمل فيه بانتظام وفيه الآن حوالي 60 عضوا يسددون الاشتراك في مواعيدها ويسيرون طبقا للنظام الموضوع لمعهدهم وكانوا يوالون الحضور بانتظام للتمرين في الملاكمة والمسارعة ورفع الأسقار مش بس كده التقرير السنوي للنادي أشار لاستمرار حفلات النادي فجيء في التقرير أقيم بالنادي أربع حفلات غنائية ساهرة أحيت إحدهما الأنسة أم كلثوم وأحيت أخرى الأنسة ملك كما أحي الأستاذ عبد المنعم مختار وإحدى الأنسات حفلتين أخريتين وأقيم بضع حفلات ساهرة لألعاب داخلية اشترك فيها عدد غير قليل من الأعضاء وأقام النادي حفلته الساهرة المشمولة بالرعاية الملكية العالية بدار الأوبرا كالمعتاد وتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك بتشري فيها فكان لهذا العطف أثره البعيد أبقاه الله ذخرا للبلاد تقرير النادي السنوي بيشير بوضوح لاستمرار النادي الأهلي كملتقى رياضي فني تعليمي دور كبير قام به النادي عبر تاريخه الأهلي مش بس استمر في دوره كملتقى رياضي ثقافي تعليمي لا ده كمان استمر في دوره الوطني بمنع العضويات العاملة للأجانب اللي خد بها قرار في جماعاته العمومية منتصف العشرينيات وكان عضو الجليات الأجنبية اللي عايز يشترك في النادي بيتعامل طبقا للليحة كعدو منتسب يعني يدخل للنادي ويمارس الرياضة لكن ليس له أي حقوق في حضور الجماعات العمومية أو التدخل في عمل إدارة النال لكن مجلس الإدارة لاحظ أن الطلبات العضوية من أبناء الجليات الأجنبية زاد بشكل كبير فجه في محضر جلسة 26 سبتمبر 1940 بمناسبة الطلبات المعروضة على اللجنة والمقدمة من بعد حضرات المنتمين للجليات الأجنبية رأى حضرة صاحب السعادة فؤاد أبا ثباشا وجوب لاحتياط الكل في قبول عدى المصريين بأي شكل من الأشكال واقترح ضرورة وضع لائحة لتنظيم موضوع طلاب العضوية المنتسبين فتقرر تأجيل بحث ذلك إلى جلسة يكون أعضاء المجلس فيها كاملين العدد النادي الأهلي اتأسس من أجل المصريين لكن في نفس الوقت مش هتقدر تمنع الأجانب من دخول النادي نهائيا البلد تحت الاحتلال الإنجليزي ومصالح النادي ممكن تتعطل فما فيش مشكلة أن نادي يقبل بعض أبناء الجليات الأجنبية كأعضاء منتسبين لكن في حدود محاولات اختراق عضوية النادي كانت كتيرة جدا وما كانش فيه بس محاولات لاختراق عضوية النادي لا فاكريين محاولات نادي الفرسية المتكررة للاستلاء على أرض النادي الأهلي المحاولات اللي بدأت بعد موافقة النادي الأهلي على تأجير ملعب كرة قدم رقم 3 لنادي الفرسية وزي ما قلنا أن تأجير الملعب في الوقت ده كان أمر عادي جدا لجهات مختلفة عشان تزود إرادات النادي وبعد تأجير الملعب رقم 3 الجمعية الزراعية الملكية طلبت أنها تاخد أرض النادي وتدي له أرض بديلة في منطقة الأندية بالعجوزة الطلب اللي إدارة النادي الأهلي رفضته تماما يا ترى توقفت محاولات الاستلاء على أرض النادي إزاي؟ ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا الحلقة اللي جاية إن شاء الله توقفت محاولات الاستلاء على أرض النادي